الراديو. الراديو ده العيش الجميل كله. أنا عندي راديو ولا لقه في البيت؟ لعيب. لعيب. طبعاً. أيوة بأي شكل؟ بشكل جهاز الراديو القديم؟ بشكل مربع أو مستطيل؟ وعنده مؤشرات بتعمليها؟ ولا عندك بقى راديو ديجيتل؟ بتعملي سيرش على التليفزيون وتسمعها على اللي أنت عايزة؟ كل اللي قلتي ده موجود عندنا. لأنه يعني هارفة أنا كنت لسه بتكلم مع ماما. وبتكلم بقولها يعني كنت باسمع وأنا صغيرة بقى طفلة يعني لازم ماما الصبح تفتح الراديو ونسمع إلى رباط البيوت. إلى رباط البيوت. طبعاً. فأفضل بقى سماعها وكده ولما تيجي قبل فضيلة أروح عندها في القودة عشان أبقى قريبة بقى باسمع الأغير يلاقي ماما قفلت. ولكن كنت بتعملي فيها كده ليه طب أنا جاي عشان أسمع. يعني أصد إنه التوقيطات والموقيت. كان وقت نزور المدرس. لازم أؤمن إنهم بقى خلاص ده معي دي. يبقى الساعة عشر إلى ربع يبقى بلا فضيلة. يبقى إحنا دلوقتي الساعة كذا. كان طبعاً وقتها مرتبط بكل بيت مصري. حتى تلاحظي إنه الأفلام زمان كانت تبتدي دايماً بصوت العظيمة بقى. أي ناس جهر وهي بتبتدي بسبح عليك والحاجات اللطيفة اللي بنسمعها. دي كانت مؤشر على طول في الأفلام السينمائية زمان إن الدنيا صبح. من غير ما يقولوا لك الدنيا الصبح. وهكذا. تعيش أقول لك إن حتى في أفلام هوليود اللي بتيجي أغلب بداياتها بتلاقي الطقس النهاردة في هوليود معتادل ما عرفش إيه. وتلاقي المزيكة جاية الناس ماشية والعربيات يعني الراديو جزء من حياة الناس مهما تقدمت الأمم ومهما حصل حيفضل موجود. تسألي بقى أنت حطا فين؟ حطا في المطبخ؟ ولا بتسمعيه زي ما قالت منا على السمارت تي في ولا حطا في قط النوم؟ ده يفرق جداً. حوالي حضرتك. هو في كذا مكان بس هو. يعني أنا لو دخلت المطبخ جراني مش غاليره. الحمد لله عمل ليك تفايل زي. بتسمعي منا. أه بس هو فرس بشان يعني. طيب بنعمل إيه بقى مع الراديو؟ يومك بيبتدي مع الراديو؟ ولا التفاصيل الحياة اليومية المعاصرة بقت مغيرة في السيستم بتاعيه معك؟ أقول لك بصراحة. هو دلوقتي أنت أولا بتركابي العربية على طول بتسمعي راديو. سواء يعني في العربية سواء كنت بتركابي أي مواصلة. سواء كنت بتشتري حاجات من أي مكان. اللي أنا لاحظته كمان أنه في محلات كتيرة جدا كبيرة جدا على طول فتحة الراديو. الكرآن الكريم طبعا إذاعة الكرآن الكريم دي ما فيش جدال عليها طول السنة تقريبا ونسبة استماع عليها جدا. الشباب والرياضة في الماتشات. في الماتشات الشباب والرياضة طبعا. يعني مش هتلاقي أبدا أي حد في من الشباب والرجالة في الزيت إلا لو كان برا البيت مش بيتفرج على الماتش. لازم يكون فتحة. وفي أحيانا بيبقوا شايفين الماتش قدامهم. وبيحطين سماعات بيسمعوا راديو. لأنه تناز بتعمل كده وهي في الأستاذ وهي بتتفرج على الماتش. كثيرا. كل المسأة الأستاذ كده قدر الزبط. يعني تعليقات المعلقين الرياضيين في الراديو عندنا حقيقة. لا يا حيش كمان يبقى فيه طوصل عارفين اللعيب ده وبيعمل إيه وبيخلال. وطبعا لو أنت خارج بالليل أكيد مش بس بالليل عشان بس إيه ما نربطش إن إزعت الأغاني هي بتتسمع بالليل. لا الصبح بدري يا حلو صبح يا حلو طل. أنت عارفة لما بتبتدي يومك بقرنية لطيفة بيغير مودك تماما أن أنت مش هتبتدي بأخبار وإيه اللي بيحصل هنا وإيه اللي بيحصل هناك وتغذي طاقة كده. تبت كلمة علينا على فكرة. تعملوا كده؟ إحنا صبح واحنا اللي بنتون. إحنا البرنامج الإخبار. لا 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 يا شخص دي أنا بتكلم بقى في الراديو. ايه. لا عموما يعني طبعا الأخبار لازم نسمع الأخبار ونعرف إيه كل ما هو جديد. تغيرت كلامك. طبعا لازم أتغير وتجدد. لا لا بص هو كل حاجة لها التوقيت بتاعها. بس اللطافة أن أنت تسحى على إزاعة القرآن الكريم. زي بتسحى كده تشرب شيء الأول. كما تحدقاش اسمعوا صباح الخير يا مصر. والدنيا كويسة جدا عندهم. كي مرسي. اسمعوا إزاعة الأغاني. عايزة تقولي إزاعة الأغاني. طب تعالي نتكلم عن أول صوت إزاعي في إزاعة الأغاني. أول صوت إزاعي في إزاعة الأغاني. كلية الشرف العظيم يعني إن أنا كن أنا. لأنه كان الشفت بتاعها.